كم للأفواح قمع للحياة السياسية في كردستاني سوريا تنفيذ للاتفاقيات الأمنية مع النظام السوري في السابع والعشرين من كانون الأول لعام ٢٠٢٢ أقدمت ميليشياتو بياد على اختطاف بلن مل اسماعيل عدو المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا وعدو هيئة السكرتارية لاتحادي الطالبة والشباب الديمقراطي الكردستاني أثناء ذهابه إلى سوق مدينة ديرك بكردستاني سوريا وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه فطفت الميليشياتو ذاتها حسين سليمان عدو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا من أمام مؤسسة المحروقات في مدينة ديرك وهو مريض قلب لقى هذا الانتهاك تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية وجهات سياسية إذ ندد المجلس الوطني الكردي بالممارسات الترهيبية التي تطال أعضاء المجلس والناشطين بغرض كم الأفواه وقمع أي نشاط سياسي وحمل بيدي مسؤولية أي أذن يطالهما عبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن خوفها في أن يتعرضا لعمليات تعذيب وأن يصبحا في عداد المختفين قصرياً كحالة 85% من مجمل المعتقلين وطالبت بالكشف عن مسير الآلاف من المختفين قصراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية قصراً من جهتها أدانت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ضع هذا الاختطاف مطالبة بالكشف عن مصيرهما وإطلاق سراحهم وبالرغم من التنديدات الواسعة والمطالبة بالكشف عن مسيرهما لا يزال مصير حسين سليمان وبلند إسماعيل والعديد من قيادات الحزب والنشاطائه المختطفين من قبل ميليشيات بايدي مجهولاً ولا تزال سياسات هذا الحزب الهادفة لإفراغ كردستاني سوريا وإنهاء الحياة السياسية مستمراً اشتركوا في القناة